ما يزال المسال السياسي في اليمن متجمداً ولم يحقق أي تقدم يذكر رغم كل المحاولات الأممية لتنشيط المفاوضات فالحكومة حملت ميليشيا الحوثي وصالح مسؤولية فشل الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة واتهمتها باعتماد استراتيجية التعنت والصلف للتعاطي مع المبادرات الأممية حيث قال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي إن مقترحات المبعوث الأممي تقابل بالرفض المباشر من قبل الميليشيا تاتي تصريحات بادي في ظل الجدل الدائر داخل صف سلطة الانقلاب حول تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولير أعلن فيها عرقلة الحوثيين لمقترحات ولد الشيخ بشأن تحييد ميناء الحديدة ويبدأ حزب صالح موافقة نظمنية عليها وهي تصريحات أنكر حزب المخلوع صالح نسبتها إليه موضحا أنها تأتي في إطار زرع الفتنة بين الحوثي وصالح ورغم تأكيدات المصدر الحكومي بالشرعية على أن ميليشيا الانقلاب لا تفهم غير لغة السلاح ولا تؤمن إلا بسياسة القوة إلا أن المبعوث الأممي مستمر في عقد مفاوضاته غير المباشرة حيث قال ولد الشيخ في تغريدات له على تويتر أنه سيجري العديد من اللقاءات السياسية في دول المنطقة خلال الأيام القادمة مؤكدا أنه عقد لقاء وصفه بالإيجابي مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي هل عادت المحادثات في اليمن إلى نقطة الصفر؟ بنظر إيطاليا نعم فالمحادثات عادت كما يقول وزير الخارجية الإيطالي إلى الوراء ولم يعد بمقدور دولة بمفردها فعل شيء لإنقاذ اليمن ترجمة نانسي قنقر